السلام عليكم وأهلا بكم من النشرة الاقتصادية اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة ألمنيوم البحرين ألبا توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نغدية على المساهمين غدها 11 فلسا للسهم الواحد و11% من رأس المال الشركة المدفوع أي ما يعادل 15 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي ووافقت عمومية ألبا على تحويل 44 مليون دينار إلى الأرباح المستبقى والمصادقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 210 ألاف دينار وأكد رئيس مجلس إدارة ألبا الشيخ العيج بن سلمان الخليفة مضي الشركة قدما في تنفيذ مشروع خط الصهر السادس بعد تعيين المستشارين الماليين وتأمين إمدادات الغاز اللازمة للمشروع نحن ماشيين إلى الأمام فيما يتعلق بمشروع التوسعة هذه من ضمن الأولويات اللي عندنا إياها والحمد لله أعتقد أن بتم الترسية لأول مناقصة رئيسية بعد شهر من الآن اللي هو مناقصة المصهر والمناقصة الثانية الرئيسية إن شاء الله نتوقع تتم الترسية لها في شهر جولاي القادم فنحن ماضون في هذا الموضوع وإن شاء الله مثل ما ذكرت أنا في كلمتي قبل غليل أن نجعل من شركة ألبا في بداية عام 2019 أكبر مصهر ذو موقع واحد في العالم نظمت غرفة لجنة القطاع الصناعي بغرفة التجارة وصناعة البحرين برئاسة عضو مجلس الإدارة عبد الحميد الكوهجي لقاءها تشاوريا مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشرح وتوضيح آلية تطبيق التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة التجارية ولضمان معرفة الشارع التجاري بالتصنيفات الجديدة والتغييرات التي ستطرع على تصنيف الأنشطة التجارية والذي من المزمع تطبيقه أواخر مارس الجاري وأوضح عبد الحميد الكوهجي بأن تنظيم هذا اللقاء التشاوري يأتي ضمن أهداف اللجنة في التواصل مع كافة المعنيين في الغطاع لدعم مختلف الصناعات في المملكة والتي تعتبر أحد القطاعات الأساسية الداعمة لرؤية البحرين الاقتصادية